بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على إمامي المرصالين دائما مع فرض الفصل الثالثة نتقسم معكم الفرض ابني الثالثة في مادة التربية المدنية نقرأ لكم قاعدوا السجاء ونبعد نتقسموا الحلول شيء واحد لحظته بأنه وجود الوضعية الإدماجية في كل المواد لدارهم الإبن التاعي وضعية إدماجية رغم ذيق الوقت إلا أنها موجودة في كل الفرض إذا نعرف الدولة الجزائرية إملأ الجدول نشأة الدولة الجزائرية مساحتها عدد سكانها وشعارها أذكر المدة التي يحكم فيها رئيس الجمهورية البلاد سؤال الرابعة أرسم مخطط الهرم القضائي أرسم مخطط الهرم القضاء الآن إملأ الفارغات عندي البرلمان عندها صالحيتين وشتي الصالحية الأولى وشتي الصالحية الثانية بنسبة الوضعية الإدماجية المجتمع السيد من له إرادة حرة ومستقبل في تسهيل أموره ولا يكون ذلك إلا بارتكازه على مرموز السيادة الوطنية والاعتزاز بها لمواجهة التحديات التعليمات انطلاقا من السند اكتب فقرة من عشر أسطر توضح فيها أهم رموز السيادة الوطنية ومبرز المعاني ومددول العالم الوطني في الماضي والحاضر طبعا كما لكم لاحظين موجودة وضعية إدماجية اكتب فقرة من عشر أسطر إذن نروح الآن مباشرة للحل إذن تعريف الدولة الجزائرية الدولة الجزائرية هي رقعة جغرافية ذات حدود يسكنها الشعب وينتخبون الحكومة التي تحكمها بالنسبة للجدول عندي نشأة الدولة الجزائرية جاء بعث الدولة الجزائرية من جديد سنة 1962 مساحتها 2.381.741 كم عدد سكانها أكثر من أربعون فاصل خمسة مليون ناس سما شعارها بالشعب وللشعب أما المدة التي يحكم فيها رئيس الجمهورية البلاد هي خمس سنوات هي خمس سنوات الآن مخطط الهارم القضائي المحكمة العليا المجلس القضائي والمحكمة الابتدائية هذا هو المخطط الهارم القضائي بنسبة للفراغات البرلمان عنده صلاحيتين مناقشة القوانين والمسادقة عليها ومناقشة برنامج الحكومة والمسادقة عليه أيضا المسادقة عليه هنا تهى مربوض إذن مناقشة القوانين والمسادقة عليها ومناقشة برنامج الحكومة والمسادقة عليه يعني مسادقة على البرنامج الوضعية الإدماجية من رموز السيدة الوطنية العالم الوطني أن الشيدة الوطنية العملة الوطنية وخاتمة الجمهورية يعتبر العالم الوطني من أبرز رموز الدولة وهو أكبر من أن يحصر في قطعة قماش إنه يوجز كرامة الشعب ويعبر عن تضحياته يمثل هيبة الدولة واحترامها ووجودها ويمثل سيادة الدولة وسيطرتها على مجالها وعيد الوضعية الإدماجية إذن من رموز السيدة الوطنية العالم الوطني نشيد الوطني العملة الوطنية وخاتمة الجمهورية يعتبر العالم الوطني من أبرز رموز الدولة وهو أكبر من أن يحصر في قطعة قماش إنه يوجز كرامة الشعب ويعبر عن تضحياته يمثل هيبة الدولة واحترامها ووجودها ويمثل سيادة الدولة وسيطرتها على مجالها كان هذا هو موضوع الفرض الثالث من الدفتر المدني لده الإبن التعي هذا الصباح إلى لقاء في فيديو آخر بإذن الله تعالى وبالتوفيق